ونرحب بحضراتكم مرة تانية تخيلوا لما نسمع عن مشروع اسمه مشروع قافلة السعادة يعني ده في حد ذاته يخلينا بنبتسم ونسمع المشروع ونعرف ده عبارة عن ايه هذا المشروع عبارة عن مبادرة بدأت فعليتها امبارح لنشر الثقافة وإتاحة الفنون لفئة هي الأكثر احتياجا للفنون هم فئة كبار السن الأجمل في هذه القافلة قافلة السعادة أنها كانت مبادرة من الموسيقار الكبير هاني شنودة وننورنا دلوقتي في الستوديو عشان نعرف منه أكثر تفاصيل عن قافلة السعادة وأكيد هنسأل حضرتك كمان بقى عن الفن وهنتوسع شوية مع حضرتك نورنا وصباها الخير عليك انتوا خدوا راحيكوا خالص أنا تحت أمور في البداية فن بخالية أعرف من حضرتك كده ونعرف سيدا المشاهدين أكثر عن مشروع قافلة السعادة ده بتاني من وانا صغير قوي لما المدرسين قالوا لنا أن مصطفى كامل قال ما استحقق أن يولد من عاشا لنفسه فقط البداية هي هنا فاحنا تعلمنا أن أنت دا تكون مفيد للمجتمع زي من المجتمع بيفيدك فده حلم عاش جوايا أن طبعا فيه ناس على أعتاب كبر السن وهيروحوا في حتة بيتهيق لهم إن دا نهاية الدنيا دا مش نهاية الدنيا طول ما فيه نفس داخل ونفس طالعة إحنا لازم نستمتع ونشكر ربنا على هذا النفس اللي داخل وطالع يوم جديد ياريت نصف ساعة جديدة ياريت فأنا بعمل حساب نفسي كمان فيه أجندة خفية إن أنا يوم الأيام هروح في الدار عجزة برضو يجيت الناس يجي تسمعنا مزيكة وحاجات كده فإحنا مبارح عملنا لهم الحاجات اللي حبوا بعض عليها والحاجات اللي كانت يعني عملنا كل عم أربع خمس أغاني عبد الحميم المشاهير قوي تغلنوا معنا بالكلمة أربع خمس أغاني من فجرة المصريين على مش عارف مين على أمين على أمين كوكتيل جامد جدا طبعا فرقة المصريين دي حضرك أسستها في 77 تقريبا بالضبط بالضبط بربع لي يوم 8 ديسمبر من عام 77 أصلا عمل أغاني كثير جدا كانت لسه بداية ظهور الأغاني الجماعية كمان طبعا الفرق صح فطبعا لو حضرتك بقى شفتي مبارح أنا خدت أكبر أجر خدته في حياتي لما واحد قال رجعتنا عشرين سنة يا هاني وراء يا سلام على فكرة ده يفيدوا صحية ويفيدوا معنويا وكل حاجة وكانوا في منتهى السعادة أنت تصواري الناس مش قادرت تتحرك وبعدين قلتهم لا الأغانية بقى دي دي هنقف كلنا ما ينفعش وقنا عدي أنا أغانية بقى يقلق اسمها في الوجوز الله وتغنوا معنا بأعلى صوت واللي يقدر يعمل خطوة تنظيم يعمل لو تصواري بقى عملين يقوموا ازاي ويسندوا نفسهم ويسندوا الحقيقة موضوع مؤثر جدا وأنا كنت سعيد جدا 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 فوق التصوار إحنا بنعمل الحفلات على فكرة فين بقى بتعملوها مين بيشارك بتروحوا فين يعني هل في تصوار للموضوع بداية ووسط ونهاية مستمر لقد إيه؟ أنا مستمر يعني لا وسط ولا نهاية بنفس قوة الدفعة يعني مثلا احنا من حوالي شهر كده عملنا حفلة في اسكندرية مع أوبرا اسكندرية والأوركستر الواتري بقادة دكتور محمود بيومي وعملنا بعدها بيوم حفلة في مصر الجمهورية بالأوركستر الواتري يعني واجبنا المنطرو عمونا عزيز من السويسرا غنت الحفلتين لأنها لها أورنية اللي هي ماشية السنيورة لعملت ملايين وكل الناس عفضان وعندما عملناها مبارح الناس بتغنيها معانا انا استغربت قوي يعني دول مش وقتهم هم عاصرهم لكن شوف حضرك إيه؟ أنا اكتشفت اكتشف تاني كمان إن كل أغانية عبد الحليب السغيرة صروا من الألحان يجب قعادة توزحها واعادة نشرها حاجات الموجي وحاجات كمال طويل بلغة عشرين عشرين بلغة عشرين عشرين يعني ده متوافق مع تصريح حضرتك اللي قلت إن أنا أتمنى أعمل حاجة الوجز على فكرة أنا ما قلتش أتمنى أنا قلت ما عنديش مانع ما عنديش مانع ماشي لكن هخليها بقى أتمنى كمان يعني فوق البيعة يعني ما عنديش مانع وأتمنى هاني شنودة اللي عمل يعني طفرة في جيل الوسط وأطلع فرق ربما في بعض الناس غضبت من هذا التصريح لأ هم لازم يبقوا عارفين إن إيه كل زمن ولوه ناسه ولوه جناة ولوه طريقته ولوه كل حاجة إنك ترفض أولا ده غلط اسمع وإيه دي ودنك للناس وحاول حاول أنت تفعل مواطن الجمال أولا ليه الشباب كلهم بيسمعوا ده مش معقول إن الشباب كلهم ودنهم مش مظبوطة ومخلوقين غلط لا في حال ففي موطن جمال أنت مش يقد بلك منه الموطن ده يا حضرتك يعني حضرتك عارف يعني مقامات وبتشوف الحلم يا بكر لما بتنرفز على حد من بتوع المهرجانات لأنه بيتكلم في إن الغنى رايح وجاي أنت بتكلم عن المهرجانات ولا على الراب يعني أنا راب مهرجانات هو أنا ما أنا لما بسمع الجملة الموسيقية ما بحسش إن أن فيها يعني نوع من أنواع الجماليات بتاعت الموسيقى يعني خاني يا أستاذ هاني أسأل حضرتك السؤال بشكل آخر طبعا يا إذا ما سمحتني يا مصطفى تفضل فكرة إنه يحصل تنميط للموسيقى إنه دي مش موسيقى تسمعوا المزيكة زمان شوفوا الفرق بين المزيكة زمان ومزيكة دلوقتي هل المزيكة تصنف هل في حاجة اسمها مزيكة أسمعها أو مزيكة تتسمع أو مزيكة ما تتسمعش لا طبعا ما فيش في أنت واخد موقف مسبق ولا لا يعني مثلا أنا كنت أعرف ناس أصحابي إيه اللي أنت بتسمعه ده عشان كنت بسمعه السيمفونيات وحاجات كلاسيك إيه اللي أنت بتسمعه ده دي آه آه إيه 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 هو أخد موقف مسبق دقول نفسهم بعد شوية أقول لا ما فيش رجل كلاسيك إحنا خلاص ناس كتير قوي كان يقول لك إيه لما جبت محمد منير إيه ده هاني هو ده مطرب هو ده من فين من عبد الحديد هو ده مطرب ما يعني إحنا كموزيعين عندنا حاجة اسمها المونوتون لما تقول حبازيني يعني أنت بتقولها بنفس النمط أنا ما سمعتش رايح وجاي قرار وجواب أو ما سمعتش فن ربما ده ممكن الناس تقول علي إن إحنا أولد سكول إن إحنا ناس بنرجع للمدرسة لدي ما ربما حضرتك الجيل الجديد بيحب ده بس هل ده ينفع مع التجديد أو الدخول في شكل شوف حد هذا الموسيقى زاوية 180 درجة تسمح بكل حاجة فيه أغاني في العالم اسمها نانسين سونز أغاني الكلام فارغ صح فيه مانشنج سونز أغاني للمشي فيه أغاني للعدد فيه أغاني تسعد فيه أغاني عميقة المعنى فيه أغاني كل ده من ضمن شغلنا يعني مثلا أنا ما بعمل أنا بعشق البحر للسيدة نجد وأعمل بعدها زحمة إذن يا زحمة أنا هو أنا لأن إحنا متعددين ما فيش بني أدم حاجة واحدة صحيح أبدا فبيعجبني ده ويعجبني الشعبي ويعجبني الرومانسي ويعجبني النوبي وحاجات مونير ويعجبني حاجات عمر ويعجبني ويعجبني حاجات أنا مش عاملها كمان يعني أنا وأنا وأتكلم حضرتك قلت لك الموجي وبلير وكمل الطويل عجبني عاملين حاجة حلوة جدا لكنها لازم كل شوية يعاد توزيحها وتعاد بالأسلوب بتاع اللي إحنا فيه نعتقد أن الفني فن ما ينفعش يبقى لي حدود أو لي لمت كده زي ما بنقول فيه حاجة تانية كمان فيه حاجة اسمها الودن الودن دلوقتي خدت على أصوات معينة أحسن من زمان كتير بالتكنولوجيا ما يقضرش حد يسمع زمان ولا كواليتي زمان كواليتي زمان حتى في التسجيل على تيب أقل كتير قوي من الدجدل فإحنا ساعات بنظلم يعني مثل أغنية زي هي دي هي فرحة الدنيا لما عملناها شوف الناس عايزة زي بس إحنا عملناها ديجيتايز ما عملناها جزي ما هي بنفس الـ كواليتي كان الناس يعني ما عجبهاش قوي كويس مونيك مجرد أول مرة تحبي قلبي أول يوم حاجة تحفى فإحنا عندنا ترس موسيقي يعني اتطمن وغيلاكس وفك الحزام لأن إحنا إحنا دولة منتجة للأراني وكل فن كويس لكن أنت من زمن وبتحكم على زمن ده غلط عايز عيش زمن عيش بقى بكل بكل اللي فيه وما ينفعش يبقى فيه قطاع كبير زي ما حضرتك قلت يا فنم الشباب مثلا بيسمع يعني على سبيل مثل عشببهنا هم نتكلم عن تصريح حضرتك ويجز مثلا كام حد بيسمعه دهوقتي قد إيه بيسمعه وما ينفعش أجي أقول لا ما ينفعش تسمعه بس ينفع هاني شنودة قيمة وقامة ينفع يعمل لحن الويجز نعرف بقى الفرق يعني نستخدم ويجز ونوصل للشباب ونحط قيمة جمالية كمان تفكيرك ده عجبني جدا القصة كلها في حتة إيه هل أنا نرجع للمهاجنات اللي انت لمستها عشان الناس متخدش عليهم المهاجنات أنا عندي مشكلة معهم ان بيستخدموا كلمات عارية غير محترمة تمام وده أنا ضده تماما لان ده بيش تدخله بيتنا تمام كيس لكن اوعى تنسى ان بنت الجغان حققت شهرة عالمية صحيح هل أرجو يعني حطت حق جميلة فعلا طبعا كويس إذا ما تقلت باشرب طمور وحليب يعني ما تقلتش بالنفذ التالي ماشا ماشا لكن اوعى تفتكر ان أنا هجيلي كلام مش ولابد واحبه حتى لو كان لعبد الحليب مش بسو لك نغم أو 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 يا حرك بتكلم أنا بكلم في مطرب أنا مش بكلم في جمهور أنا كلامي لحضرتك ان ده مطرب هل ده غنى بالنسبة لهاني شنودة هل ده ودنه ما تستنى اللي سمع بيها حنان وسمع بيها المصريين وسمع ما تستنى منعم الحاج كل مش شوف حضرتك طب وولا ورفض لماذا لو رفض واجس ده مش إحراج لحضرتك لا ولا إحراج ولا حاج قيمة زي هاني شنودة لا 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 يبقى هو خايف من التجربة لا ونبص كمان لتصريح واجس نفسه واجس أعلن في ثانيتها ان هو سعيد جدا بتصريح حضرتك وان هو مش بس سعيد ده مستعد ونفسه يبدأ من المبارح قبل دلوقتي ده تصريحه مستحيل وشوفنا بالمناسبة كمان بعض مغنيين المهرجانات لما حصل اعتراض على بعض الكلمات زي ما حضرتك قلت هم قابدوا استعدادهم وبالفعل غيروا الكلمات لأن هم أولا عايزين يكونوا موجودين عايزين الاستمرارية عايزين يوصروا الأكبر قطاع من الناس ده اللي هم عايزينه الفكرة مشان نايزة أقول كلامه خلاص مش كده تعال يا شاكوش انت الناس معجبة بيك لكن هل يجوز ان انت تقول الكلمة دي ده دور النقابة توعية اول حاجة لكن غفضهم كده ايا كان برضو انا ما كنتش معاه قوي يعني معاب ناسبة بس مش قوي لكن احنا المفروض نقوله هل يخضيك ده هل يخضيك ان الشعب المصري يسمع الكلمة دي دي تقرم اللي طبعا افرض فيه ستات بنات قاعدين مش عافية لا 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 ده مرفوض وده علشان كده هني شاكر يتكلم في القصة يهو ده كان يعني هنفط القصة الفكرة كلها ايه ما تضمنش انا اعمل ايه مع ودس ما تضمنش ما كل الناس قالوا لي ايه اوعى بقى عدوية لا 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 عدوية اصل مشهور قوي وحاجاته هيلة وحاجاته كده والشعب المصري بيحبه وانت بقى كخواجة هتعمله ايه الكلام ده تقال على فكرة لما عملت زحمة شوف عملت ايه في الشهر اقول لك بقى اثارها بعد 15 يوم استادات عمل الانضباط في الشرع المصري يبقى فيه اغنية ممكن تغير طبعا فيه اغنية ممكن تغير طبعا وفيه اريدوا حلا غيارة القانون طبعا لا فيلم تغير طبعا فيلم جبار طبعا طبعا اذا ما تحكمش على حاجة مسبقة يمكن ودس يجيب لي كلام حلو ارى قل له الله تعا نعمل بقى كاسا وطاق تاني نجرب حيجيب لك كلام حلو لكن هل هيغني زي المصريين وحيغني زي الناس اللي اشتغلت معاهم ده سؤالي لحضرتك يعني انا انا بتكلم على مش على نبرة الصوت على التمب وعلى الاقاع الموسيقي الغنائي مش بتكلم على جمهور واحترمنا للغة اليوتيوب واحترمنا للاجيال الجديد والزي جنيريشن وكل ده لكن هل وجز وغني حيسمعوا هنشنودة وحتطرب مسامع هنشنودة لما يسمعوا هو بيلحن له الحقيقة برضو ده انا ما بحبوش له موقف مسبق انت واخد موقف مسبق لكن الهانم واخد موقف أكتر ثلاثة اعجبني طيب لكن في حاجة اقولك عليه يعني والأي حالي واستاذة يعني هو وجز حالة مش فكرة مطرب هو حالة عامة بقى غنيب مززقته بفكرته يعني احنا مش عايزين نقول حالة وظاهرة لأن الكلام لا فيه ساعات حاجات انت هقولك على حالة بقيد خالص انا كنا من تلعاش بيت الغد عند واحد صديق عزيز علي وقال لي ايه انا عامل بقى المرة دي كشر اسكندراني اول مرة كنت اسمع الكلمة دي انا عارف سجوء اسكندراني ما عارف لكن مخدتش موقف مسبق لما دقته احلم الكوشة العادي اللي احنا بنكله لو خدت بقى لا اسكندران ايه ما ليش خلينا نشوف التجربة ايوه انا بقى كده اشد على ايدك ده الموقف الصح للإعلام استاذ هاني انا يعني اعذرني انا احنا الكلام مع حضرتك خدنا في الفن بس انا بحتاجة ارجع وراء تانية للمبادرة الحقيقة لانه الوقت بيسرقنا واعايز اعرف من حضرتك كده الفترة الجاية ممكن نشوف قفرة السعادة فين لان اكيد اي حد بيسمع دلوقتي عايز يشوف او يعرف في المرحلة الجاية والفترة الجاية هتبقى فين لا احنا بناخد من الهلال الاحمر فين الحتة اللي نروحها احنا كمان امبارح وسعنا الموضوع قلنا الكبار السن وملاج الاطفال لان انت عارفين انا عامل اكتر كم اغاني اطفال حد ملحن عامل من اللي مش عارف ايه واغاني كلها مشهورة بقى ومحمد ساروت وكل الحاجات دي فاحنا ايه هنعمل قفرة السعادة لكبار السن وفي نفس الوقت للأطفال ان شاء الله بس في حاجة بقى انا عايز اقول الحياة عليها حتى المطيبين اللي معنا كانوا صعدة جدا جدا لان في حاجة انسانية في رابط ما بيننا وبين مش ما بيننا لان انا من الكبار السن ما بينهم اللي بيغنوا وبين دول انا شفت حاجة في ممتال جمال ان دول حابين دول صحيح ودول حابين دول يعني طب اذا كان بس الصلة يعني انا كنت كنت الصلة بين الاتنين صحيح وده عجبني جدا الحمد لله ربنا اجعله فمزان حسن وهو وهو الاسم قافلة السعادة سواء مع دول الايتام او مع كبار السن لا بس في حاجة بقى كفاية ان الموسيقار العظيم هاني شنودة يعني هو اللي هيشرف على هذا الموضوع وحيتنقل في عدد من محافظات المصرية وحتنقل بمشروعه الغنائي اللي ان شاء الله يعني يبقى بالفعل قافلة سعادة لهؤلاء انا بس بعد اذن حضرتك اتفضل انا مش هاشرف انا هعرف طبعا طبعا اللي بيشرف الدكتور فاتح عبدالوهاب وهو كانوا يكرموني في الأوبرا قال لي انا عايزك اي قال لي تقدر تقدم ايه معنا اي فالشكر يرجع لي ويرجع لمؤسسة الأوبرا كلها طبعا بكل تأكيد الفنان هاني شنودة نورتنا واني كنت ضيفة عزيزة علينا في صباح الخير يا مصر كان نفسنا نسمع كتير عن فلسفة الموسيقى وازاي هي لغة عالمية وكان نفسنا يعني نبحر معاك اكترا لكن الاسف اجيلكو تاني تنورنا اه يبقى بالدمج السعادة يان هاراو يان ربنا يا سعدكم نورتنا يا نورتنا